يا سيدة النهاردة تكلمنا عن حاجة مهم ان احنا تكلم فيها قبل رمضان واحنا كنا قصدين شوية ان احنا نتكلم فيها قبل رمضان ليه؟ رمضان جاي واحلى الخناقات بتبقى خناقات للفطار حسبنا الله نعمى الوكيل بس ده ما يصحش ما يصحش ان الشهر اللي جاينا واسمه شهر الصبر يجينا بديء الخلق ولا الناس بقى العبارات بقى اللي ما ترضيش ربنا ما تخلينيش افطر عليك لابا لما انت عارف ان ده بيخالف قيم الصيام بتعمله ليه يقولك تابو نعمل ليه منخلق داية لا 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 دا مش مبرر الشخص اللي بيقول انخلق داية واعتبر دا مبرر مش هيكون مبرر امام الله انا اقولك حاجة مش مفاجأ اعزوني لحضرتك ان دي الخلق مش هيكون حجة لك امام مولاك سبحانه وتعالى ليه؟ لان حسن الخلق ما بيظهرش الا مع مساوئ الخلق والعهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عصى الله فينا ان نطيع الله في من عصى الله فينا وتذكر ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها وحضرت النبي كان بيأسسنا بيأسس لنا اساس خلقي ان حسن الخلق مش بيكون في المكافئة فانك انت تبرر لنفسك ان في حد مارس دوق الخلق عليك او ضغط عليك فانت بقى لك حق ان انت تبقى ضايق الخلق لا ده مش حقيق وانا عايز اقولك ان دوق الخلق ده لسمة في شخصيتك ولا كمان طبع ده حاجة انت بتعملها عشان تدفع عن نفسك اطمئن فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين اطمئن الله لطيف بعبادي اطمئن واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتباه الله لك وربك كتب ربكم على نفسه الرحمة عيش مستمتع بالرحمة واسع صدرك واعلم ان الذي اصابك لم يكن ليخطئك والذي اخطأك لم يكن ليصيبك ادخل في ضمان الله وفي امان الله